بعد نحو ستة أشهر من مأساة مليلية قررت السلطات الإسبانية قبر التحقيق في خلفية الواقعة مثل ما فعل مع الضحايا قرار بررت مادريد بعدم العطور على مؤشرات ارتكاب جرائم في شلوك عناصر قوة الأمن الإسبانية في محاولة منها لصرف النظر عن ملف أكبر حصيلة وفيات على الإطلاق وقعت بين الحدود الإسبانية والمغربية النيابة الإسبانية لم تكتفي بذلك بل اتهمت المهاجرين بالعدائية والعنف تجاه الشرطة المغربية والإسبانية وخلصت في قرارها الذي وصفه حقوقيون بالغريبة إلى أن عناصرها الأمنية لم تكن على علم بأن بعض الضحايا بحاجة إلى مساعدة طبية في المقابل اعتبرت منظمة العفو الدولية أن مقتل ما يزيد عن عشرين مهاجرا خلال محاولتهم العبور إلى جيب مليلية الإسبانية هو عملية قتل جماعي متهمة للرباط ومضريد على حد سواء بإخفاء الحقيقة وانتهاكهما للقانون الدولي ولعله كان مدعاة لأن تعقد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة لأحد المقبل لتسليط الضوء على تطورة الملف واستعراض التقرير وصفته بالأسود حول المحاكمات الجائرة والترحيلات القصرية وكذل انتهاكات الخطيرة بحق المهاجرين المعتقلين على خلفية مأساة مليلية ليبقى ما تم توثقه من صور بالخصوص شاهدا على فضاعة الجريمة المرتكبة وصمة عار على جبين إسبانيا والمغرب لن تمحى بجرة قلم أو تطمس بمجرد إرسال الملف إلى الرف شكرا شكرا شكرا